السلامة يا شباب. تخيل حالك انت عضو مؤسس باي شركة. هاي شركة بدأت تكبر وتشتغل ع نفسها. وبيجي واحد اللي عندك ع البارد المسريح. ابك بمي تحتك وبقلك الله معك. بدون ما ياخد اذنك ولا يحكي معك ولا يعمل لك قدره قيمة. هذا صار باتحاد السوري لكرة القدم. ليش? لانه نحن نشتغل بعاطفة بعشوائية. نحن ما منخطط وما بنشوف ابعد من انفنا. واليوم حكي كتير كتير مهم عن اتحاد السوري بعدم مشاركته ببطولة غرب اسيا تحت 23 سنة. وين يا ترى بالسعودية هاي لازم تكون ارضنا الافتراضية. وبكل المنتخبات العمرية. وانت عزيزي المتابع. اذا حبيت الفيديو اشتركي بالقناة وفعل زر الجرس. تغطي على زر لايك. واعمل مشاركة على جروبات الفيسبوك مشان صوتنا يوصل لاتحاد الكرة. اغلبية الناس وخاصة اللي بتابعوا كرة قدم حقيقية بيعرفوا انه اتحاد السوري واحد من مؤسسي اتحاد غرب اسيا. ومن اوائل المؤسسين. واليوم بالالفين واربعة وعشرين المنتخب السوري تحت 23 سنة مع بيشارك باهم البطولات تبع غرب اسيا. ليش? لانه نحن متل ما حكيت بمقدمة الفيديو. معنا استراتيجية ما بنشوف ابعد من ارنامت انفنا. وكل شغلنا عشوائي وورتي جالي. احنا الجايين ماشي فقط الدوري السوري. وانتهى الامر. وحتى الدوري السوري ما عبي طلع معكم يا شباب. اضحكتوا على الجمهور وعططوهن ابر بنش. ببساطة لانه لأول مرة على حساب المنتخب الهندي تأهلوا لدور 16. وارجع واكرر لأولى نظام البطولة بحياته ومنتخب السوري. ما كانت اهل لدور الثاني. وحاليا كنا نشوف اتحاد السوري واتحاد الرياض العام. الله معهن عم نصفق لهم وقال لهم باي باي. كان فيه اتحاد ثاني. وكمان نقضي لاتحاد غرب اسيا. انتم على اي اساس تستبعدوا سوريا ولبنان وفلسطين. وبتضيفوا منتخبات. منتخبات يعني ما لها علاقة بغرب اسيا. مثل كوريالجان الجنوبية. اه استراليا. مصر. ما بعرف انتم شوها القانونية اللي عم تشتغلوا فيها ولا مخصصين خلاص انتم لكم قانون خاص تشتغلوا فيه. ومن بعد فلا يكونوا الطوفان. طبعا المنتخبات المشاركة ببطولة غرب اسيا يا شباب هنه. اه الامارات. اه العراق السعودية. الاردن. استراليا. تايلاند. كوريا الجنوبية. ومنتخب المصري. طبعا هالبطولة تحت 23 سنة. وبطولة كتير كتير مهمة استعدادية. المنتخبات الاسيوية المشاركة. بكاس اسيا تحت 23 سنة. ونحن ما لنا مشاركين لان مشان هاد الشي قالونا الله معكم. لا ما تورجونا وجهكم. هل ترى هذا الشي قانوني من اتحاد غرب اسيا? او هن بحق لهم انه يشاركوا اي منتخب. يكون عليه القدر والقيمة مشان يصير احتكاك ما بين المنتخبات المذكورة انفا. وبصراحة باخر سبع اتمنى سنوات ومعن شفنا هدول المنتخبات اللي كانت منتخب سوريا لبنان فلسطين. مع بيعملوا شي. يعني بتضل نتائجهم خسارة. تععدوا الخسارة. ما بتأهلوا ولا مرة ما وصلوا للنهائفة. اه يعني هل هذا الشي حق باتحاد اه غارب اسيا انه يشارك المنتخبات اللي بدوا ياها بالبطولة. وسؤالي لاتحاد الكرة يا شباب. يا هل ترى ليش ما شاركنا ببطولة غارب اسيا? يا هل ترى نحن اه منتخبنا موجهز? وايه يا سيدي منتخبنا موجهز? حدا سمع بالمنتخب الاولمبي تحت 23 سنة عم يتحضر. الاساس لا في كادر تدريبي ولا فني ولا من يحزنون. الاخبار اللي عم نسمعها. وصور اللي عم يتدولونها. ومهتمين فقط بمنتخب الناشئين. تحت قيادة الكابتن اه تامر حسن. ومنتخب الشباب تحت قيادة الكابتن محمد عقيل. وليش سوريا ما دافعت عن حقها لمشاركتها ببطولة غرب اسيا? يا هل ترى انه التحالفات والاتفاقيات بتنصها على هذا الشي? انه خلاص نحن يوقع منك تاع تاع وروح روح. هذا اذا كان اذا كان هذا الكلام صح فانها الطامة الكبرى يا شباب. طبعا يا شباب اللجنة المنظمة استدعت المنتخبات اللي زكرناها. ومتل ما زكرنا قبل قلي يا شباب انه تم استدعاء المنتخبات اللي مشاركة بها البطولة ببطولة غرب اسيا مشان يصير في احتكاك ما بين المنتخبات. لانه بعد فترة رح يلعبوا بكاس اسيا. تحت 23 سنة. ارجع الى اتحاد السوري. طب ليش ما شاركته? سؤال اللي بيطرح نفسه. ليش ما شاركته ببطولة غرب اسيا? لازم تحافظه او تطالبه بحقه ان احنا مؤسسين اتحاد غرب اسيا. وحققنا لقب الالفين واثناش على صعيد الرجال. وبالالفين واثنين باعتقادي انه منتخب او سوريا استضافت بطولة غرب اسيا للرجال عندها بدمشق. فعلى اي اساس يتم استبعاد المنتخب السوري. فبتمنى من اتحاد السوري لكرة القدم. مباشرة يطالع بيان يوضح للناس ليش ما شاركنا ببطولة غرب اسيا. وانا متأكد وانا عند كلامي لانه بالاساس ما في منتخب اولمبي. طب على عيني وراسي. شارك بالمنتخب الشباب. انت حاليا عم تجاهز منتخب الشباب. وراح تلعب مبارايتين مع مصر. طبعا كنت نحكينا منتخب الشباب اللي عم يدربو كابتن محمد عقيل. ايه? لعب مبارايتين مع المنتخب المصري. اه منتخب مصري يعد من منتخبات الافريقية القوية خاصة بفئاتها العمرية. وارجع شارك بها البطولة بمنتخب الشباب. اه احتكاك مميز احتكاك قوي. اه تلعب فيه ثلاثة اربعة مبارايت ازدتها حتى لدور التاني. وحتى نظام البطولة بتنص بتأهل الاول والتاني الى دور النصف النهائي. طبع هنه بشكل عام هنه مجموعتين. فاحتكاك كان كتير مميز. وبلاش ياخي ببلاش حاليا انتوا رح تدفعوا مصاري مشان تلعبوا مبارايت ودية لمنتخب سوريا للشباب. فاجدكن بطولة على الباردس المصريح. فانتوا رفستوا النعمة يا اتحاد السوري. بتمنى وارجعوا واقرر. طالعوا بيان واعتزروا من الناس انه ليش ما شاركنا ببطولة غرباسية. هذا فيديو اليوم يا شباب ان شاء الله ينرعجبكن. حالوا تشاركوا المقطع على سوشال ميديا. مشان صوتنا اشتركوا في القناة مشان صوتنا 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 اشتركوا في القناة